مشينا خطوات يعني جسدنا طموح أنها تتواجد في المدرسة حاليا نرى في سنة 2024 تتواجد في 44 ولاية بمعنى أن هناك مجهود بوذلة من طرف المحافظة السامية الأمازيغية ومجهود بوذلة كذلك من طرف الشريك وهي وزارة التربية الوطنية ولكن الواقع يؤكد أن تواجدها رمزي في بعض الولايات ليست في كل أطوار التعليم وهي معممة 100% في بعض الولايات والعكس في بعض الولايات الأخرى إذن طموحنا أن نترجم كما قلت البعد الوطني هذا مهم جدا وهذه قانعتنا متى نحقق المبتغى أن تكون الأمازيغية في 58 ولاية وفي كل الأطوار نظن هذا السؤال يطرح إلى الشريك لأن مخطط تعميم تدريجي تعلغاء الأمازيغية كمادة مثل المواد الأخرى هي من صلاحية وزارة التربية الوطنية ولكن المحافظة ترافق المحافظة تجتهد باقتراح مجموعة من توصيات للجهة الوصية وأيضا للشريك وهي وزارة التربية حان الوقت أن نسعى إلى تحقيق مخطط واضح المعالم أن بالتدريج نحقق تثبيت مكانة اللغة الأمازيغية في الطور الابتدائي على كل الولايات على مستوى كل الولايات هذا بالإمكان تحقيقه في السنوات المقبلة